اشتركوا في القناة واقعدت برضو بعض الساعات مع الاستاذ الدكتور ايمان نور هو بيقول بيعتبر انه كان منسق العام للجامعة الوطنية للتفير قعد معده شوية ومعده شوية ليه لاثنائهم او لاثناء الاستاذ حمدين صباحي والاستاذ ايمان والدكتور ايمان نور على استبعاد فكرة الترشع للرئاسة نحط همنا كله ومراسنا كله مراسنا من الغضب من النظام اللي فاتنا نحطه كله وراء البردعي الدكتور محمد البردعي ونعتبر الرمز بتاع المرحلة ونسنده ده الكلام بتاع الدكتور حسن نفع لكن لم يجدي نفعا اي كلام دي انا مع احترامي للكل بس يعني اكتر واحد حرك القضية هو البردعي شئنا ام ابينا بقى اكتر واحد او كان له تأثير يعني 2004 كانت لالة توريس والمجهود اللي ام بيه الدكتور عبد الحليم انديل وحركة كفاية كان سنة 2006 ولسا جرجي اسحاء مع التطور جينا لحد 2008 بدأ ظهور الدكتور البردعي كان فيه حلم كبير ان احنا وراء الدكتور البردعي لما جئ هنا كل الرموز الوطنية او كل الرموز في مصر تفت حول الدكتور البردعي وفي الاخر اللي حوالين الدكتور البردعي هم اللي بقى مرشح للرئاسة وخرج منها الدكتور البردعي كان من متناقضات رهيب يعني كل اللي كانوا موجودين حوالين الدكتور البردعي وقتها وقت ما جاه وراحوا قبلوه في المطار وطلعنا وقعدنا فيه طريق مصر اسكندرية وروحنا له وشباب يروح وشباب يجب كل دول كانوا موجودين في النهاية يبدو يبدو ان الدكتور البردعي فيهم الحدوتة يبدو وفيهم نهايتها وفيهم بدايتها فيبدو ان قالوا السلام عليكم ورحمة الله انتم عايزينها بالطريقة دية انا مش هقدر اعمل يبدو فمشي لكن اللي حواليه ما مشوش بل اللي حواليه قالوا ان هم او غالبيت اللي حواليه قالوا ان احنا مرشحين للرئاسة وهو موجود ما مشي لاش ورا بحب ما فيش واحد نمش وراه ما فيش واحد ندعمه ونعدده كده ونقوله والله انت مش رجل المرحلة لكن انت القائد لتلك المرحلة وبعدين بعد كده كلنا بنستفيد من التجربة لكن ما فيش اشتركوا في القناة